بعد كده عندي ما جار في هذا الاستفتاء السلطان العثماني الجديد أردوغان وإحنا تاني بنقول الإخوان 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 بيهنئه أردوغان بقوله درس بليغ في الديمقراطية الإخوان اللي عاديين في تركيا بيقوله إن ما جار في تركيا درس بليغ في الديمقراطية اللي مين؟ الاتحاد الأوروبي واللجان اللي بترقب الانتخابات قالوا الانتخابات مزورة عندنا أكتر من دليل لأن عندكم دليل يا شباب يارد تجيبوا عنا يعني فيه عمد وفيه مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الجميع كان بيزور وبيخش يصوت بنعم أكتر من مرة بشكل أثار الاتحاد الأوروبي وأثار المراقبين إن هذه الانتخابات مزورة طب نشوف الفيديوهات اللي بتؤكد هذا يعني شايفين أدئواء اتنين تلاتة يعني عمال يختم في بطاقات بشكل طبعاً إحنا كان عندنا تراص إحنا كان عندنا خبرة في التزوير شفناها على مدار عقود ماضية فإحنا عارفين اللي بيحصل بيوقع على ورق زي ما نشافين ده في عربية خاصة بالبطاقات اللي بيتم تسودها بيتم نقلها بهذا الشكل فين الديمقراطية وفين الدرس البليخ في الديمقراطية اللي الإخوان بيقولوا عليه يعني أنا عايز أقول إن ما جرى ربما تكون ليس مسك الختام وإنما ختام أسود لمسيرة أردغانية من نهاية زي ما قلت قبل كده وبعيد النهاردة إن هذا الاستفتاء بيمثل شهادة وفاة للجمهورية الأطاة تركية وبداية جمهورية جديدة تسمى الجمهورية الأردغانية ماتت قبل أن تولد وهذا تقديري ماتت قبل أن تولد لكن أنا حايز أروح لحيط أتيني بسرعة بسرعة جدا بل ما جرى في تركيا ده عرص ديمقراطي زي الإخوان ما بيقولوا 18 مادة في الدستور بتجعل الدولة تجعل اختيار الوزراء من سلطة رئيس الدولة بتجعل اختيار مجلس القضاء الأعلى من سلطة رئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ من سلطة رئيس الدولة إعلان الحرب من سلطة رئيس الدولة 18 مادة في الدستور تم تعديلهم والإخوان قالوا إن ده عرص ديمقراطي علشان مسيرة الدولة التركية من الصليبيين اللي موجودين في تحال الأوروبي أنا باختصار شديد ليلة النتيجة تم تمديد حالة الطوارق بقرار منفرد من أردوغان أنا بقول بقى للإخوان المسلمين في كل مكان وبقول للشعب المصري في مكان ماذا لو قمنا الآن بتقديم طلب لتعديل 18 مادة من الدستور المصري لكي يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار الوزراء بمفردة وإعلان حالة الطوارق بمفردة واختيار مجلس القضاء الأعلى بمفردة وماذا لو قمنا بتعديل الدستور لكي يصبح الرئيس رئيسا حتى عام 29 هو ده اللي حصل اللي أنا بقوله هو ده اللي حصل في تركيا لو أنا خدت اللقطة دي وحطتها في مصر وبكرة خرج أحد المسؤولين في البرلمان بطلب تعديل دستوري من 18 مادة بيجعل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2029 وهو اللي بيختار مجلس القضاء هو اللي بيختار المخابرات هو اللي بيعلن حالة الطوارئ هو اللي بيعلن حالة الحرب هو اللي بيبرم اتفاقات مع الدول منفردا ماذا تقولون ما هو قولكم انتم متوقعين ايه